أبناء العزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة بإذن الله نبتدي lecture one في الهيرين وهي two parts part one and part two I hope نحن نخلص فيها الهيرين بإذن الله فنتوكع الله ونبتدي hearing lecture one part one فهيبتدي الأولي أولاد بالفيزيكس hearing فهنتكلم في الفيزيكس على الساوند ويفز فالساوند ويفز توقع الله نبتدي are waves of compression and refaction of molecules يعني معناها موجات من الضغط والتخلخل بالضبط يعني المنظر يمكن تشبيه لو رميد بحجر في بحيرة ساكنة فهتلاقي في موجات من التضغط والتخلخل waves of compression and refaction هو دا شكلها of molecules طيب in contrast to light waves في نقطتين فرق بين الساوند ويفز واللايت ويفز ودول بيجوا في الامس كو يا أولاد ان الساوند ويفز can be with us in vacuum يعني ما بيمشيش الصوت في الفراغ بينما the light waves بيمشي في الفراغ بينما the light waves بيمشي في الفراغ هذه الإلكتروماجنتيك ويفز توصلنا من الشمس للأرض في سبعة دقائق وشوية برغم ما فيهش غلاف جوي ما بنا تاني فرق وهو هام جدا يا أولاد أن الفلسطي أكثر في الصوليد منها في الليكويد منها في الجاس و هذا عكس تماما اللايت ويفز تبقى أسرع في الجاس منها في الليكويد منها في الصوليد في الصوليد سرعتها 1500 متر في الثانية بينما في الجاس تبقى 340 متر في الساكد طبعا هناك فرق ثالث أن الإلكترو مجنيتك ويفز اللايت ويفز جزء منها أسرع بما لا يقارب مقاراة بالساوند ويفز فالفكرة كان آتي أن مثلا أنت تلاقي سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية بينما هنا أنت لو خذتها في الجاس ستلاقيها 340 متر في الثانية يعني فرق كبير جدا من 300 ألف كيلو متر في الثانية ل340 متر في الثانية لكن الفلسطي يبقى الآن عشان ما ننتهش يبقى فيه فرق مبي ومسكيو أن الساوند ويفز ما بتمشيش في الفراغ في الفاكيوم وأنها أسرع في الساكد منها في الليكويد منها في الجاس وهنا بحب أقول حاجة يا أولاد في فقرة معلومات العامة أن الناس بتتنظر بالنعامة وتقول أنه عامل زي النعامة بيدفن راسه في الرمر أنا اللي بيقول هذا المثل يعني هي نعامة بس هو يعني موقع أقل من النعامة مش عاوز أقول تعبير موسيق النعامة فهمة فيزيكس موسيقى هي ليه بتحط راسها في الراملة لأنها عارفة أن الساوند ويفز بتنتقل في القشرة الأرضية في السوليدز أسرع منها في الهواء فممكن تسمع وقع أقدام الصياد الشخص اللي جاي يستضها أو البريديتورز اللي هيعتدي عليها أسرع من السوليدز عنها في الجاس فتتنبه وتهرب يعني النعامة بتحط راسها في الراملة عشان عارفة أن سرعة الساوند ويفز في السوليدز أكثر منها في الجاس وفي فقرة المعلومات العامة يا أولاد بسبب الظاهرة البسيطة دي فإن النعام عمره على كوكبنا هذا 150 مليون سنة فهو ضمن الطيور التي عاصرت الديناصورات الديناصورات اندثرت من 65 مليون سنة النعام عايش على كوكبنا هذا من أكثر من 150 مليون سنة بسبب أنها بتحط راسها في الراملة فبتسمع عن طريق السوليدز أسرع من الهوى الجاس فبتتوقع المعتاد والصياد بدري فتهرب وتنجو بحياتها فأرجوكم لا تستخدموا هذا المثل اللي هو يدل على أن اللي بيقوله نفسه لا تمتع بالزكاة مش أقولها بالسيغة أكثر عنفة من ذلك بنقول برضو أن الساوند ويفز بتزيد بالحرارة ولكنها لا تتأثر بتغير الأبموسفاريك بريشي دي كانت مقدمة عادية نبتدي الكاركترز أو ساوند ويفز خصائص ساوند ويفز أول حاجة الويب لانث الويب لانث هو الديستانس بتوين توسكسسيسي بيكس أو بوتومس أو بساوند ويفز يعني المسافة ما بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين ما تهمينيش دي كتير خدوا بالكم الجاي ده مهم جدا فريكوينسي اللي هي التردد عدد الموجات في الثانية نسميها البيتش نسميها التون النغمة أو التردد الفريكوينسي عدد الموجات في الثانية أولاد هو ده اللي بيحكم هل الصوت هارش أو صوفت غليظ أم حاد يبقى عدد الموجات الفريكوينسي تقول لي هل الصوت هارش أو صوفت والفريكوينسي دي بيقسوها بال بدل ما يقوله سايكل فبر ساكن بيقوله هيرتس نسبة إلى العالم هيرتس وهو أول من اكتشف وجود الإلكتروماجنيتك ويفز ودلل عليها بالبراهين يبقى هيرتس ده الأول واحد في الدنيا عرف الإلكتروماجنيتك ويفز وتكريما ليه بقى تردد الساون اللي هو يقولك صوت تردده عالي مش معناها صوت عالي معناها صوت حاد تردده منخفب مش معناها صوت واطي معناها صوت غليظ فبدل ما نقول الفريكوينسي كذا سايكل فبر ساكن تلك كلمات سايكل فبر ساكن هنقول هيرتس يبقى هيرتس معناها سايكل سبر ساكن نسبة إلى العالم هيرتس اللي هو قلنا أول من دلل على وجود الإلكتروماجنيتك ويفز في عالمنا هذا طيب نيجي بقى نقاط في الامسكوين مهمة جدا أولاد الأزن الطبيعية بتسمع من 20 هيرتس لعشرين ألف هيرتس اللي هي قلنا معناها سايكل سبر ساكن ده المادة بتاع الهومان إير طب لو صوت تردده أكثر من عشرين ألف هيرتس أكثر من عشرين ألف زبزبة في الثانية ما نسمعوش يسموه الألتراسونيك وبرضو في فقرة المعلومات العامة ما هو لحضرتك وحضرتك وللعبد الله ألتراسونيك يعني فوق صوتي ما نسمعوش في كائنات أخرى بتتلقى في عالمنا هذا وأشهرها في فقرة المعلومات العامة لو سألك في كيف تربح المليون من هي أكثر الساديات عددا على كوكبنا هذا الإجابة عرفتها الباتس الوطويت الوطويت طبعا إحبارات منها ليش باينة لأنها بتخرج ليلا وتعيش في الكهوف لكن السربي الواحد قد يحتوي 10-20 مليون هي أكثر الساديات عددا النظرها ضعيف جدا هي بتعتمد على أنها عندها جهاز يطلق ألتراساونيك ويفز تصطدم بالأجسام اللي قصدها وتتلقى فتقدر تحدد بعدها في أسداء الطيران عن هذا الجسم الصالد فتتفدأ الكلاب كمان بهذه الصورة الكلاب نحن بتسمع أحسن من هذا الألتراسونيك بتسمعها وأنا أتذكر في سفارة بتطلق ألتراسونيك ساونز فصاحب الكلب يصفر بها ما يزعجش الناس اللي حواليه مستمعينها لأنها بالنسبة لهم ألتراسونيك بينما الكلب يسمعها فيقبل إليه إنسى المعرومات العامة الأزم بتسمع الرنج لطيف عشرين لعشرين ألف هرتز عشرين لعشرين عشرين هرتز لعشرين ألف هرتز من ألفين لخمس تلاف هرتز يعني عند ألفين لخمس تلاف هرتز يعني عند ألفين لخمس تلاف هرتز الأزم أكثر حساسية يعني تحتاج لثريشلد أقل لمقدار قليل قوي من الصوت عشان قطر تسمعها وهذا من رائع الخلق والخلق إن إحنا فعلا يا أولاد أكثر حاجة نسمعها ونحب نسمعها هي الكلام نحن نتواصل في عالمنا هذا عن طريق الكلام فربنا خلى الأزم بتاعة البشر أكثر حساسية لصوت البشر وهو الهومن بويس من ألفين لخمس تلاف هرتز طيب الألترا ساوند اللي هو الموجات الفوق صوتية هل هي استخدام في الطب؟ أه طبعا في الدياجنوزيس أظن عارفين واحد يقول لك روح تعمل أشعة موجات فوق صوتية الإكوسينوجرافي وطبعا بنفس الفكرة نطلق موجات فوق صوتية وبنستقبل الصدى بتاعها الإكو الإكو عشان كده سموها إكو يعني صدى فبنعرف بعد الأجسام الصيدة داخل جسم الإنسان كأننا شايفينها بالظبط تاني حاجة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لما بندي موجات فوق صوتية ودي طبعا طاقة فيها جمدها لا تسمعش أوص فيها طاقة جمد لما بتصطدم بصوت معايق بجسم معايق بتحول الهيت فبنستخدمها يعني ممكن نصل بهذا الهيت إلى أجسام عميقة في جسم الإنسان في التريتمين عندها تحولها إلى هيت يبقى ده استخدامات الألتراساون طيب خذ بالك أن كل ما زادت الفريكوانسي طالما السرعة سبتة فإذا زيادة الفريكوانسي لها التردد بيؤدي إلى شورتر ويفلانس ده سؤال في الامسكيو يعني في تناسب عكسي بين التردد وبين الطول الموجي إذا زادت تردد قل الطول الموجي وإذا قلت تردد زادت طول الموجي ومفهومة ليه أو ليه؟ لأن سرعة الصوب بتسوي إيه؟ عدد الترددات في الطول الموجي طالما السرعة ثابتة يبقى حاصل ضرب الفريكوانسي في الطول الموجي يثوي ثابت السرعة ثابتة طبعا في الوسط الواحد يعني إذا كان سولد فها سولد سولد 1500 متر في الثانية في الهواء 340 متر في الثانية فها سرعة تنضغ ثابت طب السرعة بتسوي الفريكوانسي في الطول الموجي التردد في الطول الموجي يبقى التردد في الطول الموجي يثوي ثابت يبقى لو زاد أحدهما يقل الآخر يعني مهدلة سهلة جدا إذا كانوا يستطيع الواحد بل إن الاستطاعة يبقى لو زاد واحد والتاني يقال ما حاول أحد تبقى يقال هؤلاء تصوير الموجي والتردد فحاصل ضرب الفريكوانسي يثوي ثابت لهو سورة الصوت يبقى لو زاد واحد يقال ادتاني بل إن أحدهم سؤال اول ان الصوت على عكس الضوء لا يمشيش كنط Pass In Vacuum ان الصوت عكس الضوء اسرع في الصلد منه في الليكويد منه في الجاس وقلنا دي فكرة نعمة لماذا تحط رأسها في الرملة عشان تسمع عن طريق الرملة الصلد احسن من الهواء فتتوقع البريديتورز مادري شوية قلنا في الفريقونسي عندنا مهمين جدا ان الوزن تسمع من 20 إلى 20 ألف هرتز وما هو فوقه 20 ألف هرتز يبقى ألتراسونيك وانها اكثر حساسية للهيومان بايس اللي هو من 2000 إلى 5000 هرتز وبعدين المعلومة رقم 5 في الامس كيو انه اذا زادت تردد قلة طول الموجي والعكس بالعكس نحن نأخذ الخاصيات الثالثة بعد أن نتحدث عن الوزن في الفريقونسي نأخذ الخاصيات الثالثة في الساوند وهي الامبليتود وفي الامبليتود ارتفاع الموجات الموجات يحدد شدة ساوند التفائق الش overload radius فعلاiberة التفائق السال Austro ارتفاع الموجات منخفض في الصوتанный يحدث معالك الس 힘ة وهو أرداء التفائق الرمام إرتفاع الموجات العليا قد تكون صوت العالي والتي يحدث معالك Catherine الخط spector تمالي غلطة مشهورة عن الطلبة تسأل الطالب يقول لك صوت هاي فريكونسي معناها صوت عالي لو فريكونسي صوت خفيض غلط يا أولاد أنا قلت الفريكونسي عدد الموجات بتحدد التردد أنا بس أزود إضاءة ثانية عدد الموجات بيحدد التردد يعني هل لو صوت عالي التردد يبقى صوت حاد وقت التردد يبقى صوت غليل إنما إرتفاع الموجة هو اللي يقولك صوت عالي أو واطي وبقالها بطريقة فيها مزاع أنت ما بديكي تقول للى واحد عالي صوتك بتعمله وبطي صوتك ما بتقولوش يعني إذا لان ارتفاع الموجة هو اللي بيحدد الصوت عالي أو الصوت غالي عالي وطي يبقى الأممأنك تسبح عالي أما الأسفل الزيد يبقى صوتا عالي يعني هذا هو الصوت غالي مكراً ما بتقولوش عالي صوتك زي و التردد gern weil فأقولها طول عمري ليه تشاور صح وتتكلم خطأ انت بتشاور صح وتقول له عالي صوتك وطي صوتك العلوة الوطية الانتنستي ريليتد الامبليتود لعدد الموجات فعيد نغلط فيها طيب نيجي بقى هنا نقطة مهمة جدا في الامبليتود نريد أن نعرفها انه الامبليتود از ماجرد في بيلز بنقيسه بالبيلز احسن منها بالديسي بيل طبعا كمال متر عشرة ديسي بيل البيل عشرة ديسي بيل خلاص فبنقيسه بالبيل مرة اخرى قلت لكم التردد السايكل سبير ساكن بنقيسه بالهيرتز نسبة الى العالم هيرتز اللي هو اول مندلة لو اكتشف الاكتروميجاتيك طب مين بيل ده؟ بيل نسبة الى جراهان بيل وهو عالم كنادي الجنسية اللي هو مخترع التليفون وهنا برضو النهاردة فيه فقر معلومات عامة طويلة شوية اعاوز احكي لكم اشياء عن قصة اختراع التليفون ده؟ هو تكريما لجراهان بيل اللي هو العالم الكندي اللي مخترع التليفون بقينا نقيس الشدة بالبيل او بالاصاحب الديسي بيل هو بيعيش في بلد اسمها برامفورد في كندا ميت كيلو شرق ترونتو برامفورد دي فيها اشهر مدرسة للسم والبوك في نورث امريكا في امريكا الشمالية الراجل دراهان بير ده كان ورقص تشاف تليفون اللي كله دلوقتي ما تستخدموش عنه سانية وانتو بتشاهدوني معظمكم بالسمارتفون الآن كان الراجل ده كان بيحب بنت في القرية دي برامفورد وعادي تجاوزها وهو كان مدرس في المدرسة بتاعة السم والبوك معوش فلوس فاقنع احد اولياء الامر من الاباء الاثرياء انه هيعمل اختراع يرجع السمع لابنه اللي هو في مدرسة السم والبوك ويخب منه ارشين كويسين عشان يعمل الاختراع ابنه هيرجع له السمع صرف نصهم في الجوازة لقى طبعا منظره بقى مش كويس يعني نص الفلوس في الجوازة الراجل هيسأله فيه الفلوس وفيه الاختراع فمسك النص التاني وقعد بقى يعني في دئب يحاول يتوصل اكتشاف يرجع السمع فعوضا عنه توصل الى اكتشاف او اختراع التليفون وكان واحد من اعظم الاختراعات في عالمنا هذا ولكن كانت وراء قصة حب ولم يكن المقصود على الاطلاق من جراهام بيل انه يخترع جهاز التليفون اللي هو لا علاقة له من قريب او بعيد بالصم لانه مايفيدهمش انما بقى واحد من اعظم المختراعات في عالمنا هذا اللي زي بقول نو كلنا بنتواصل بالسمارت فون يعني شيء رائح فالمهم تكريما لجراهام بيل العالم الكندي الذي اخترع التليفون ولم يكن يقصد اختراع التليفون لانه كان مدرس للصم البقم في برانفورد مئة كيلو قلنا شرق كندا تم يعني ان احنا نقول الامبليتود هنقيسه بالبيل او الاحسن بالديسيبيل نيجي بقى الليل اللي علينا لكن طبعا زي بقول بحب اول معلومات العامة حتى بتسري عنا شوية فالاول هنقول ان احنا بنقيس الامبليتود افتحهدناك معايا بطريقة نسبية يعني يعني بنشوف شدة صوتك نسبة الى نسبة الى ريفراند ساوند يعني احنا في ريفراند ساوند احنا بنقيس صوتنا نسبة الى هذا الساوند فانا صوتي ادي عشر مرات خضرتك ادي عشر مرة يبقى انت صوتك اديها مرتين يبقى ما بنقيس الساوند بصورة مطلقة وانما بصورة نسبية نسبة الى ريفراند ساوند طب انا اسألكوا وبعدك تجاوب معايا تفتكر تفتكر الريفراند ساوند ده لان ايه اعلى ما يمكن ولا اقل ما يمكن ولا متوسط انا اسمعت الاجابة من معظمكم 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 قال متوسط وهو اجابة خاطئة الريفراند ساوند ده اخترناه جاست قودول يا دوبك مسموع فريشل ساوند يا دوبك مسموع ليه؟ هنفهم حاجة حاجة مع بعض ايه رأيك انت تحب الكسور ولا تحب الاعداد الصحيحة يعني كده كبريفرانس انا اسمعتكم كلكم قلتوا لجابة سامحانش بحب الكسور منحب اعداد صحيحة طب لو احنا اخترنا متوسط وانا اتكلمت اقلم الصوت المتعصد ده هطلع نصه واحد تاني يطلع ربعه واحد صوته هندخل فكسور لكن لما نقل الريفراند ساوند جاست قودول اضعف صوت ممكن يبقى المقام صغير جدا يبقى اي رقم فوق اللي هو الساوند بتاعنا هيبقى اكبر منه يبقى اذا لن يكون هناك كسور مفيش فراكشنز ده لماذا تم اختيار الريفراند ساوند هو الجاست قودول ساوند او الثراشل ساوند طيب فانا اتكلمت بصوتي ده اللي هو المحادثة المحادثة لقيت ان المحادثة طاقة المحادثة دي بالنسبة لل جاست قودولي صوت الريفراند ساوند مئات الالوخ بل ما يعيني المرات يبقى جينا نتفادى الكسور لقينا الريفراند ساوند فلابد نصغر الريفراند ساوند ايه اسرح احسن حاجة تصغر الريفراند ساوند ان احنا ما ناخدش النسبة بين قوة صوتنا و الريفراند ساوند النسبة دي كبيرة جدا هتطلع بمئات الالوف او الملايين ناخد ناخد اللوج لغارتم الريشي لغارتم الريشي ما بين الساوند انتنستي و الريفراند ساوند وظن ان انا كنت علمتها لكم ان احسن حاجة تصغر هي اللوج انها ارجع محاضرات سين اس وقولها في عجالة لما اقول يعني لغارتم الف قلت دي كلمة علميا فيها تجاوز مفروض الصح اقول لغارتم الف تدابستن ومعناها اضرب العشرة في روحة كم مرة عشان تدي الف اضربها في روحة كم مرة اضربها هكتبها لكم هي مش مكتوبة اصالي هكتبها لوقتي عشان المعنى يوضح اكتر يبقى مفروض ان انا اقول لوج ألف مفيش حاجة اسمها لوج ألف لوج ألف تدابستن يبقى اللغة هو القس بتاع العشرة عشان احصل على مفيش حاجة اسمها لغارتم الف بكام مفيش حاجة اسمها مجازة من قول لغارتم الف الصح اقول لغارتم الف تدابستن من هو اللوج ياولاد؟ قلت اللوج هو القس اللي يرفع اليه البيز للحصول على العدد واتفق ان انا لما ما اقولش البيز نعتبره نعتبره عشرة يعني ما اقول لغارتم الف كام انت في ودنك تسمع اللي ما اقولتوش ان انا كالقصد اقولك لغارتم الف تدابستن يعني عشرة ضرب فروحة كام مرة عشان تبقى ألف ثلاث مرات حتى قلتها لكم في بساطة في محاضرات سينس والان قلتها بتطويل اكتر يبقى للتبسيط اللغارتم تمالي هو عدد الاصفار يعني لغارتم الف تدابستن عشرة ضرب فروحة ثلاث مرات عشان تبقى ألف الالف فيها ثلاث اصفار لاحقا انتو لغارتم 100 ألف في فروحة ثلاث. في فروحة ثلاث مفهولة ما يقولهاش تبدو حلوة ثلاثة لغارتم اميليون مليون واحدا ست صفار يبقى ست نسؤون تم تصغير الالف بطريقة رائعة لان لغارتم ألف بقى ثلاثة لغارتم عشرة ثلاث مربعة لغارتم مليون بست فعشان كده بناخد اللوج لقوا يا أولاد الاسكيل صغر قوي منهم يعني زي ما نكون بنغذر الاسكيل كبير عشان نصغروا خدوا اللوج خدنا اللوج صغر قوي طب كبروا شوية عشان كده ما بنقسها بالبيل يا أولاد بنقسها بالديسيبيل طب البيل كم ديسيبيل عشرة عشان كده بنضرب في عشرة يبقى ده أول معدلة لحساب شدة الساوند يبقى زي بنحسابها تاني نخد نقطة نقطة يلا افتحوا دانا بطريقة نسبية دي عبنقين شدة الساوند مقارنة مقارنة بريفران ساوند طب أول نقطة تعلمناه الريفران ساوند دمنا ايه أعلى حاجة ولا متوسط ولا أقل حاجة أنا سمعت انت قلته أقل حاجة شخص أودود عشان يبقى المقام أصغر ممكن عشان نتفدى بكسور يبقى تملي صوتي أنا أقوى من ريفران ساوند أعلى منه لأنه أقل ساوند فيبقى تملي مفيش كسور طب نقطة تانية حصل خطأ انه طلعت الريشيو كبيرة جدا بمئات الالوف أو الملايين طب عشان نصغر الاسكيل ده قالوا خد اللوج متاخدش الريشيو نفسها لغريب من الريشيو فلو الريشيو طلعت ألف وتاخد نغارات يبقى ثلاثة مليون أنا صوتي مليون مرة قدري فران ساوند وأخل اللوج يبقى الرقم ست قلنا الاسكيل وصغر قوي فقالوا طب كبروا شوية ما تسهاش بالبيل نسبة إلى جرهان بيل اسهى بالديسي بيل عشان كده ضربوا في عشر طب نجي المشكلة بقى في بعض الجامعات هنا في مصرنا العزيزة وهناك في نورث امريكا ما يجب لك معادلة تانية يقول لك ان الريفران ان الامبتول يساوي عشرين لوج مش عشرة لوج بس خد بالك هنا قال ميس ساوند انتينيتي ساوند بريشا يبقى لو استخدمنا ساوند بريشا بالساوند انتيتي عوضا عن انتينيتي استخدمنا بريشا يبقى ريفران شاند بريشا في الحالة دي نضرب في عشرين لوج تسأل كثير من الزملاء الأصغر سنة له ل因 مستخدم البرشور نستخدم الإنت appreciation نضرب في عشر لما نستخدم ال騙س نضرب في عشر كثير منهم ما عرفش الإجابة وأنا بقولها للزملاء الأصغر سنة طبعاً لهم لذapping البرشور نضرب في عشر يعني هكذا في اتنين زيدة أنا بجاوبها بصورة بسيطة خالصة أولاد لكم وللزملاء الأصغر سنة لازم تسأل روحك ما هي العلاقة ما بين الانتنستي او اللاودنس شدة الصوت والبرشور ضغط الصوت الساوند انتنستي دايريك البربورشنال تودا ساوند تودا ساوند برشور تودا ساوند برشور يعني البرشور قس اتنين حتى واحد يقول لي ليه يا قس اتنين برضو حي احب الشخارك هو احنا تعالى في الحقيقة انسى الفسيولوجي خالص لان البرشور الضغوط تقاس على المساحات يعني اقول لك الارضية دي تحتمل ضغط مية كيلو جرام ما ينفعش اقول تحتمل ضغط مية كيلو جرام اذا اقول لك على مسطح كام على مساحة كام يبقى البرشور في الدنيا مش في الفسيولوجي بيقاس على المساحات طبما المساحة طول فعار عشان كده ايه العلاقة من الساوند انتنستي والساوند برشور الساوند انتنستي دائك لبورشن توزا ساوند برشور يبقى لما استخدم البريشور في هنا قس اتنين واحنا بناخد لوج اللي هو القس يبقى ناخد الاتنين دي نضربها في العشرة تبقى عشرين لوج يبقى لو حضرتك استخدمت الانتنستي تضرب في عشرة بس وفهم ايه العشرة دي انت بتحول البل لديسيبل البل عشرة ديسيبل ليه لما بتستخدم البريشور ما تضربش بعشرة تضرب بعشين العشين دي حاكتين عشرة عشرة اللي هتحويل البل الى ديسيبل واثنين لانه العلاقة من الساوند انتنستي والبريشور الساوند انتنستي دارك البروبورشن الى سكوير ساوند بريشور طب يبقى هيا قس اتنين وانت اساسا اللوج هو القس يبقى تزود على اللوج اتنين يبقى عشرين لوج تانت هذه الاجابة هقولها في تهزب للزملاء الاصغر سنا وللطلب لان انا متأكد ان عدد كثير جدا فكرة الامبليتود ده والقياس ده مش في بماغه اساسا وقولها تاني في عجالة اولاد كيف ننقص الامبليتود اولا قلنا عدد الموجات يحدد النغمة تردد عالي صوت تردده عالي معناها صوت حاد حاد مش عالي صوت تردده قليل يبقى معناها صوت غليز مش منخفض عدد الموجات بيحدد غليظ ام حاد وما المال يحدد صوت عالي ام خفيد شوف اينك بتشاور ازاي عالي لفوق وقت تحت الامبليتود ارتفاع الموجة بنقصها ازاي بطريقة ريلاتف يراعى في المعادلة ثلاث نقاط ان احنا بنقص شدة صوت بتاع حضرتك نسبة الى ريفران ساوند انترستي في اول نقطة اخترت الريفران ساوند ايه لتفادي الكسور اخترناها جاصة او دول تاني نقطة طلع الراشيو جبيرة جدا حتى نصغر الراشيو دي خدنا اللوج حتى الاسكال يقل خدنا اللوج ثالث نقطة صغر جدا حتى نكبره شوية بلاش نقص بقى بالبيل لو خدت اللوج كان نطلع بالبيل خليها بالديسيبال طب البيل عشرة ديسيبال يبقى ضربناه عشر يبقى ثلاث نقطة ما عشقت مستعاشق النظام الريفران ساوند جاست او دول لازم اقل ممكن عشان مفيش كسور الراشيو جبيرة جدا سكيل واسع قوي يبقى ناخد اللوج لتصغير الراشيو صغر قوي يبقى نكبره شوية من اس بالبيل بقسم الديسيبال البيل عشرة ديسيبال نضرب عشرة لو لقيت المعادلة مكتوب فيها ساوند بريشور ليش انتنستي ما بيبقاش هنا عشرة لوج تان لوج بيبقى عشرين لوج وانتهى ليه لان ما هي علاقة الساوند انتنستي بالساوند بريشور الساوند انتنستي بالساوند بريشور ساوند بريشور لان البريشور يقص على المساحات قص اثنين بول في عرض هنا انت تاخد اللوج اساسا يبقى تاخد الاثنين دي مضروبة لما تضربة في عشرة تبقى عشرين ده جب من الاثنين طيب نيجي بقى شوية ارقام فيهم اثنين باتس اللي بيجوا في الامس كيو بس انا اقولهم كلهم اشهر سؤال لما قولك صوت جاست او ده قوبه كامل طبع المعدل انا هنا ساوند بتاعتي جاست او دول والريفرانس ساوند جاست او دول يبقى البس جاست او دول صوتي والريفرانس ساوند اللي بقيش انتجاهه المقام جاست او دول جاست او دول بقى رايش وان لغارتن واحد محلوش ولا سفر جنب الواحد يبقى سفر يقلوا الصوت يبقى عيب لما يقول لك صوت شدته زيرو ديسبيل ما تقولش مش مسموع مفيس صوت لا يبقى مسموع جاست قود بي لان هنا قوة صوتك هي قوة ريفران ساوند يبقى ريشي ما بين صوتك و ريفران ساوند وان ولغريت مواحد بسفر لان قولنا الرغريت هو القس اللي بيرفع لي للحصول على رقم على أساس البيز تاني وحتى سايل تلك هو عدر الأصفار لجم الواحد طب واحد ما فيش جميع يقول لسف بيبقى سف اللونج الوسبرينج اللي هو الهامس بيبقى 40 ديسبيل حاجة ما يجيش وإذا جابها زميل فاضل يعني بيضع وقت طلبة مش مفروض نحن نحفظ ديس بيبقى النورمال كونفرسيشن المحادثة 60 ديسبيل الترافيك نويز صوت الترافيك الموصلات والحاجات 80 ديسبيل النوماتيك دريل اللي هو الدقاء الهوائي ده اللي بيكسروا بيه الرصش بتاع الطريق أو الإير بلين بتبقى قوة ها مية ديسبيل الجيت بلين اللي هي الطيارة نفاسها مية عشر ديسبيل أما لو مية عربين ديسبيل او مور سيبقى الساون باينفول ويعمل دامج فعش كده يقول يا أولاد لما تروح فرح تروح ديسكو تروح أي مكان مصرح ولا حاجة ما تعدش جنب السبيكر السماعات لو ابنك وجعتك يبقى الساون قطو أكتر مية عربين ديسبيل شد الساون باينفول وقلنا البين البين سيجنال ستيشو دامج واناها مع السيد نسر جعلها بحضراتنا أدام بتصوط واجع ودنك يبقى الوقت ودنك بيتم تخريبها فيمكن تبقى نصية حلوة ابعد يا أولاد ابعدوا خالص على السبيكرس كل ما الصوت بقواطي وغير ما يزيش الوقت ما يبقى عاش يبقى صوت مقبول أي صوت ربنا ينبهك الصوت مقلم يبقى صوت بيعمل دامج الصوت مقلم يبقى صوت بيعمل دامج اللي هو من الأول مية واربعين ديسبيل فين هنا السؤال يقول لك ساوند ستين ديسبيلي يبقى ده قد ايه قد الـ sound pressure الـ reference sound تعال نشوفها يبقى نطبق الـ sound pressure هنا ستين يبقى ستين على عشرين يبقى ثلاثة يبقى كأنه ده ثلاثة يبقى ثلاثة تصفار يبقى الساوند الأصلي ألف تايمز reference sound أو threshold sound مش هي كده ما هو الستين دي جاتي كأنه هو بالعكس هو بيقول لك هنا هنخط هنا ستين طب خلاص لو هنا ستين قولي بقى يبقى النسبة دي كام لكام ستين تساوي عشرين لوج لوج كام بقى هنا يبقى يبقى الغرب من ألف عشان يبقى الغرب من ثلاثة ثلاثة يعني الـ sound pressure ألف مرة قد الـ reference sound ده السؤال الثاني ممكن يكي يبقى سهل تعمل لها ازاي دم يقول لك الساوند ده كام مرة الـ reference sound حط مكان الساوند هنا ستين يبقى ستين تساوي عشرين لوج يبقى ستين تساوي عشرين في ثلاثة طب ثلاثة دي يبقى لازم ده قد ده كام مرة عشان يبقى الغرب من ثلاثة لازم يبقى ألف مرة عشان يبقى ثلاثة أصفار سهلا مرة ثانية تساوح الثرية أو الثرية الثرية ثلاثة أي ، الثرية قويته هو قويته زيرو دي سيبيل لأنه في هذه الحالة قلنا هيبقى الراشيو واحد يعني اللي فوق زي اللي تحت هما الاتنين عشان يبقى جاست او دي بول يبقى ريشيو لغريب موحد بكام بسفر يبقى تنسي الصوت اللي جاست او دي بول قويته زيرو دي سيبيل والعكس لما يبقى الصوت قوته زيرو دي سيبيل زيرو دي سيبيل زيرو دي سيبيل ما يبقى مش مسموع يبقى جاست او دول عشان يبقى جاست او دول ده الصوت مقاراة بريفرانسان لو جاست او دول جاست او دول جاست او دول واحد لو غريب موحد بسفر بس قلنا مئة مرة نيجا النقطة الرابعة ما بيدقش فيها ناس كثير بس أنا بحب أقولها اللي هي الواف فورم وينا بحب أقول مثال هيفهموا الناس اللي عندهم شوية يعني حس فني بفرد فيه بيانو وكمان وقلت لهم هما الاثنين ادوني نفس النغمة الدو مثلا خلاص يبقى ادوني نفس النغمة نفس التردد بنفس العلوة يبقى هنا اتحدى السوطان في شيئين في التردد هما قدين بيددوه وهما قدين بنفس العلوة يبقى اتحدوا في التردد الفريقونسي بيددوه واتحدوا في الارتفاع اللي هو الامبليتود ومع ذلك ودني ودني بتقول ده صوت بيانو ده صوت كمان يبقى لازم فيه حاجة تالتة بيختلف فيها الصوتين تباوذ أن الاثن يميز البيانؤ Scott برغم ان هما اتنين اتحدوا في نفس wirken そنة جميع بيدوا نفس النغمة وبنفس العلوة وبباوة دي للناس اللي فهمهم loves صوت عدد الموجات اربعة هنا اربعة يبقى اتحدوا في ارتفاع الموجها هنا زي ارتفاع هنا إنما اختلفوا في النغمات التوافقية اللي يسموها Secondary Waves يعني أقول البيانو كمان اتحدى في النغمة الأساسية النغمة الأساسية متحدين فيها نفس عدد الموجات ونفس ارتفاع الموجات لكن الموجات الصغارة المحطوطة على الموجات الأساسية يسموها النغمات التوافقية Secondary Waves هي دي اللي بتمكن أذن الإنسان إنه يميز بين بيانو وكمانجا متحدين في نفس النغمة هم اللي يقدموا نفس النغمة نفس الفريقونسي لا الدو الدو نفس الفريقونسي نفس عدد موجات وبنفس الشدة بنفس الأمبليتيود بس ودي نسه بتقول ده كمانو ده بيانو يبقى في اختلاف تالت ها هم اتحدى في النغمة التوافقية لما نقول اتحدى في الريقونسي في الأمبليتيود يبقى اتحدى في النغمة الأساسية إنما اختلفوا في النغمات التوافقية اللي هي محطوطة على النغمة الأساسية اللي نسميها والآخرات الأساسية اللي هي محطوطة على النغمة الأساسية أحياني طبعا يعني ممكن سخصوتي و لكن ما أعرف من السجر عموما رقم الساعدة هنا هو رقم 3 كل Ciudad دائم الزن إثن 3 أجزاء أزن خارجية أزن وسطة ميدل وأزن داخلية كوكليا أو القوقاع كل واحدة فيها ثلاثة فنمسككم واحدة واحدة خذ بالك لحد لا تفعل سؤال ناظر يا أولاد الأجزاء كو من ثلاث أجزاء سوان الأزن أنصت بسيطة بعد ذلك الشخص الدهليس وفيها سنتحدث بالطابلة الفيلويتوريميتس وهذه الوضع نظرت ستقوم بسيطة والسيطة والسيطة ومع ذلك والسيطة 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 نمسك التسوى اهم حاجة الطابلاء واحد سانتي انداميتر انما المساحة بتاعته خمسة وخمسين ملي متر مربع وشكله كون شيب هي احنا عاوزين نركز الصوت فتخير انا هتدي بالبنة اللي هي كبيرة وبعدين اكستريرو ليترميتر وبعدين هو شكله زي كون الصوت اهو هتركز في نقطة ده البنة دي كلها تستقبل الصوت وبعدين هتدخلها على اكستريرو ليترميتر الرائع بقى ان الدرام او التمبنك من برين شكله كون زي المخروط كده عشان يحصل تركيز جامد للصوت تبقى فهمك مش بنقرس بسلام مع بعض وكفر من بره بسكينه من جوه نقوم بالميوكس ممبرين نقوم بالميوكس ممبرين مريده ولستي بقى مجدوده تنس اوكي حلو او 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 دول اللي قلتهم دول الصفات العادية انه الاستيك وتنس صفة الثالثة والرابعة هما المهمين قوي انه او بريودك يعني يعني نو ناتشرال فريكنسي طالب قال لي مش فهم ولا حاجة اقول هلك بلغتين العربية الجميلة يعني لا تردد له وانما يتردد حسب الصوت عاوزك تفهم لو ان التمبانيك ممبرين زي الشوكر الرنانة هي وضربتها ضربة ضعيفة تطلع نفس النغمة تخيل لو كان التمبانيك ممبرين اه بريودك يعني كان بريودك اسف كان ليه تردد معين كان اي صوت يترقودني يهز نفس عدد الهزات اسمع كل الاصوات كل الاصوات سفارة زي السفارة اللي بتنتب من اهتزاز الشوكر الرنانة لكن من عظمة الخلق والخالق ان التمبانيك ممبرين اه بريودك لا تردد له نو ناتشرال فريكنسي وانما يتردد بطرد الصوت فهذه الميزة هي التي مكنت الانسان من تمييز النغمات المختلفة ومن ثم الاصوات عشك يا بقولي دي ميزة ما اقدرش اقول بمليون جنيه انها ما اقدر اقول انها برايس لس يعني قيمة لا يمكن حسابها برايس لس تخيل لو تنفلك من بريودك كان زي الشوكر انها ليه تردد معين يبقى كل الاصوات اسمعها بهذا التردد كأنها صفارة انما هو تردد حسب تردد الصوت فبالتالي هذا اللي مكننا من تمييز الترددات المختلفة هو بالتالي الاصوات المختلفة انه لا يمكن حسابها لا يمكن حسابها دامب يعني دامب يعني انا توقف توقف الصوت تدامب يعني تنهبت تثبت يبقى توقف تخيل برضو ارجع لمثال الشوكر انها الشوكر انها انا ضربتها يعني استيبراس خلص والشوكر انها تتهز والصوت مستمر انها اغلق انها توقف انها توقف انها توقف توقف يبقى اربع مزايا في التنفاني في المبريل انه كاي طبلة مارين مارين ومجدود يقول مستان عادين خالص انما في المزاهل اللي هي بقول برايس لس لا ثمن لها انه ابنودك لا تردد له ان ما يتردد حصل الصوت فامكاننا ذلك من تمييز الترددات ودامبد يتوقف الصوت وبالتالي يتوقف السمع بتوقف المتكلم ايه العظمة دي طيب نيجي بقى وظائف الاكسترنائية مفيش سؤال بيجي زيك عمرهم بيجي في الهيرنج سؤال واحد ببيضعوه في كلام ده انما هتقول انت بتقولوا ليه طبلا ما بيجيش لان انا بقول لكم كورس انا ما بقى ادرس امتحان بدلس كورس وفي مضمونه في نص الامتحان لكن لو حاجة ادرس الاسئلك الامتحان بس اخد زام وانتلكه مئة مرة ربع الوقت لو انهاء مراجع الامتحان وفيهم لقامها بقى احط عن نت مراجع الامتحان للناس اللي هي وقتها محدود خالص بقى واحد عاوز يلحقه في الاخر لكن الصح ان احنا ندرس ندرس طب اساسا ماهي وظائف الاكسترن الار اول وظيفة تجمع اصوات وبعد ان تزود الساون بريشرا على التمباليك ميبرين وفيهمناها هؤلاء لان بنتبتدي بالبنة كبيرة قوي هنا ونركزها في الاخر على نقطة في التمباليك ميبرين اللي كان كونش ايه يبقى ننكلكت ونركز الساون بريشرا على اثنين وبعد ساوند لوكاليزيش تعرف مصدر الصوت هنقولها في الاخر المحاضرة ان لو الصوت جاي من ناحية اليمين بيبقى اقوى على ودن اليمين منه على ودن الشمال صوت جاي من اليمين يبقى بتساعدني في الوكاليزيشن هذه مهمة جدا الوظيفة الرابعة محاولة تنظيف الاوزن غالبا تؤدي الى جرحيها وتؤدي الى انفكشن لا تحاول ان تنظف الوكاليزيشن الا زاد الوكاليزيشن طبعا نحتاج الوكاليزيشن هذا الوكاليزيشن ليس مجرد شامع هذه مادة قاتلة للبكتيريا بكتيريوسايدا وبعدين الوكاليزيشن يتميز بانه ميست وورب ميستشار ويحتفظ بالطابلة مجدودة ويسخنها طبعا ربنا اضطت الطابلة في درجة 37 وميستشار ميستشار ومعيد خمس وظيفة الفانكشن من بريل الوكاليزيشن 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 ومعيد خمس وظيفة الوكاليزيشن الوكاليزيشن تسمعها مرة واحدة يعني تشعر انك انت اخذ موضوع كامل انما يجي في المهم اهم واحدة عندنا ميديل اير ميديل اير ميديل اير ثلاث اجزاء ميديل اير ثلاث اجزاء ميديل اير ثلاث اجزاء ايضا اضع ايدك عليها تحت ايدك ميدي وين لوحone ميديل اير ثلاث ايضا فيها ثلاث عظيمات ثم أصغر عظيمات في الجسم في كيف تربح المليون لما يقول لها قناة أستيكن تيوب قناة أستيكن هؤلاء دوقات حالة مستويد إيرسيلس اللي تحت ودنك عظمة المستويد والميجو تمبانيام اللي هو الكافيتي دي فيها ثلاث حاجات فيها ثلاث عظيمات ثم أصغر عظيمات في الجسم في كيف تربح المليون لما يقول لك مين أصغر عظم في جسمك هو العظم بتاع الميدل إير ماليولاس وإنكس وستيبس ماليولاس وإنكس وستيبس دول في كلمة ضيفتهم روافع ليفر لايك بيوصلوا الصوت مكبر للأوفل ويندو هنا يعني إحنا قررناه هنا عشان خاطر بدأتنا مساحة كبيرة وروحنا ليلة الدرامي اللي هو كونيكالشير فهما بين أولو الساونز لأوفل ويندو اللي هي الأوفل ويندو ومكبر وأني جي فيه دو موسلز جوى الميدل إير واحدة مسكة في الهاند أوف ماليولاس ماسكة في الطابلاء فهذا لما تشد الطابلاء عشان كده حتى بيسموه اسم جميل يا أولاد تنسور تيمباناي تنسور تزاود التنشن بتاع التيمبانيك من بريمتا عن الطابلاء دي مهمة جدا لما نتعرض لبريف لود ساوند زي اللي أنا عملت الوقت لما يجي صوت وصير وقوي لو الطابلاء مش مشدودة تتقطع فالتنسور تيمباناي دي أي مرة بعلي صوتي كده الوقت بيحصل إيه؟ بتروح شد الهاند الماليوس شد الطابلاء خلاص تمنع على تقطع الستابيدياس بتشتغل برضو بنفس القصة مع البريف لاوت ساوند لأن ممكن البريف لاوت ساوند يعبر إيه؟ يدخل في المسافة كبيرة يحصل لها امباكت بما تطلعش يعني أهي بالشكلة دلوقتي بصوا ده الفوتو في الويندو كده في الويندو ها فممكن الصوت القوي يروح مدخل الرجل دي في الويندو تبقى امباكتت تتحشر ما تطلعش بازة الويندو فدي بقى وظيفة الستابيدياس إنها تمسك الستابيس ليه؟ عشان تمنع الاكساسيب تمنع الاكساسيب اكساسيب انوارد موهمت في الويندو يبقى الويندو دول مهمين جدا بيشتغلوا مع اسمها بريف لوت ساوند بريف لوت ساوند اللوت ساوند ممكن يقطع الطابلة فالتنسل تمبناي بتشد الطابلة بتشد الهند بتاع المانيوس اللي بتشد الطابلة طب والستابيدياس بتشد الستابيس عشان تمنع ان الفوت بتاعتها تتحشر في الويندو مع الريف لوت ساوند شيء رائع لما نفكر فيها بازيس صورة يولاد تبقوا عارفينها كويس قوي أنا أقول لأجلوكو حاجة رطيفة في الحافز ما يقولك المسل دي ساوبلايد بأنهي عصاب طالب زاكي قال الموتور نيرز فيس اثنين الفيشيال خلاص والتريجيمنال واحد يقول لي اذا التريجيمنال يا باب انتنسيت التريجيمنال ده ثلاثة فيه اوفثالميك وفيه ماجزيلري وفيه مانديبلار ديفيجن مش عشكاسة موتريجيمنال تلاتة المانديبلار ديفيجن ده موتور أنا حفظها لكي قالبتو يا سهلا التنسر تمبناي بحرف T تريجيمنال يبقى الاستفيدية بالفيشيال ما أنت مافيش موتور نيرز في الهيدا نيك غير اثنين التريجيمنال والفيشيال التنسر تمبناي تريجيمنال مين بالظبط المانديبلار ديفيجن يبقى التانية سبلايد بالفيشيال يبقى الميد الأير يا أولاد قلنا فيها القاتل تاني فيه استيكان توب هنشحها دوقتي حالا فيها مستويد اير سيلس اللي هي المستويد بون تعرفها والميسوتومبانيان الكابيتي فيها ثلاث حاجات فيها اير جالها من استيكان توب بتشتغل كوافع يمكن تشغيل أن تتجري تيت give to a sound to only one window يمين ال over window يعني يبقى فيه افرانس في البرشور ما بين ال over window ال round window اللي سنجلها دوقتي حالا وبعد Holly muscle تعالى بقى الـ this muscle سؤال نظري لوحده يستيكان توب لوحدها سؤال نظري المصل who's a alcance سؤال نظري. قلنا انت خايف من انهي ساوند البريف لاوت ساوند. انه يقطع بعض الود. فعشان كده بيعملوا ريفليكس اسمه اتنيواشن ريفليكس. اتنيواشن ريفليكس اللي بيضعف. بيضعف اللوت ساوند. هذه معنى كلمة اتنيواشن. او اكوستيك اتنيواشن ريفليكس. اتنيواشن ريفليكس ده يمنع الدمج بيهاي انتنيستي ساوند. قلنا الاصوات اللي عليها ممكن تعمل دمج. تقطع الطابلة فتنسو التمباني بتعمل بتزاود التنشن في الممبران عن طريقها بتبول الماليوس هاندل انوارد. وقلنا دي ساوبلاي دي بالتراي جامل. معنما الاستابيدياس اللوت ساوند ممكن يدقل الفوت في الاوورويندو المسابة كبيرة ما تطلعش. يبقى يبقى اكساسيب انوار موفنت الفوت في الاوورويندو. ودي ساوبلاي دي بال. فيش يعني. تاني وظيفة احنا لما بنتكلم يا ولاد. دورينج فوقاليزيشن. والشوينج وانت بتندغ اللبان. الرفليكس ده بيشتغل. عشان يمنع ان صوتك انت الفوكاليزيشن وصوت الندغ من انو يقلل الساونز بتاعهم عشان قطر تقدر تسبع الاسوات الخارجية. يبقى بتكون تكلم فيها وتتندغ فيها عشان صوت كلامك انت. والشوينج يقل شوية فتقدر تستقبل الاسوات الخارجية. ده الاتينويشن ريفليكس. انا عاوذر لكم حاجة معلومة جميلة او او اولين. هذا الاتينويشن ريفليكس. عيبه انو بطيء نسبيا. هو بطيء بياخد جزء بالثانية بس اذا نعتبره بطيء. بحيث انو ما بيلحقش يشتغل مع الكانون ساونز. مع اصوات المدافع. عشان كده اصوات المدافع. ممكن تباوز ويدنا. تقطع الطابلة وممكن يدخل في مسافة كبيرة وما تطلعش تاني ويبقى الويد باز. بس انا عاوذر لك حاجة. ده مش عيب استغفر عظيم في الخلق. دعيف فينا احنا. احنا بنغير في خلق الله. ربنا ما قلناش نختارع مدافع ونضرب بها بعض. والاتينويشن ريفليكس يحمل ودن من صوت المدافع. واظرني لو حضلت سيء فيلم سيف برايفيت تراين بتاع توم هانكس. وخد اوسكار في المؤثرات الصوتية. ادونا في وقت اصوات المدافع الاحساس اللي بتحسوا الويد من غير اتينويشن ريفليكس. فالاتينويشن ريفليكس ده اتينويشن بيضعف البريف لاوت ساوند. بيقلل من تأثيرها التنسو التنبالي تشد التنباليك ميمبر الهاندل. فتحتفظ بالطابلة مجدولة عشان الطابلة لو اتضربت عليها وهي مرخية جامد هتقطع. كتبقها مجدولة متقطعش. ومن اسميها التنسو التنبالي. صوت العالي ممكن يدخل الفوت في الاستيبس في الاوبر ويندو تتحشر في الاوبر ويندو. وبعض الويد. فهو بيبول الاستيبس تفريبينت ال انورد. اكسيسي انورد موفنت في الاستيبس في الاوبر ويندو. لكن ربنا ده للأسوات الطبيعية العالية لكن كانون ساوند انت مخترح حاجة بعض وابن البوز انت لغيرت تاني حاجة انها بتكون تراكت مع الفوكاليزيشن والشوينج طيب تعال نشوف فانجشنز وميدي اير اولا وضيفة ميدي اير انها بتكوندكت الساوند من الاكسترنال اير تودا كوكليا ميدي في النص بتنقل الساوند من الاكسترنال اير للكوكليا تاني حاجة انها بتبروتكت الكوكليا الانر اير اللي بسال قوقع هنشوف سموها ليه قوقع هرهالك في الصورة اللي بعدها عاوزك التالت لي تفهمها معايا لانها صعبة شوية امبيدانس او رزيستانس ماتشينج دي مهم قوي امبيدانس يعني رزيستانس خدش بالك ناس او مرة هتتحف وتنبسط من المعلومات اللي هتسمعها خدش بالك ان الساوند ويف في الاكسترنال اير ماشي في هوا اوكي طب وفي الميدل اير الانر اير قاسي في الكوكليا الكوكليا دي مليانة فليويد ماشي في فليويد يعني الصوت هينتقل من الهوا بتاع الاكسترنال اير عبر الميدل اير للمية للفليويد للاندوليمف والبيريليمف اللي موجود في الانر اير الكوكليا طالب قال لي بردو مش فاهم لا افهمك ما بقام سينها في الحياة لما الساوند ويف في انتقل من هوا المية يضيع معظم الطاقة اللي فيه طالب قال لي ادينا مثال حضرتك زميلان بيسبحة مع بعض في البحر واحد فيهم غطس تحت المايا والتاني لسه فوق المايا والتاني غطس كلموا هو تحت المايا يسمعك لا لا لازم تسلخ بصوت عالي جدا عشان يوصل الوزء ضعيل جدا من ساون بتاعك لان مقاومة الهوا للصوت انت بتتكلم في الهوا والصوت ده هختلق المايا عشان يوصله تحت معانه غطس على بعد الوص متر بس مقاومة المايا مختلفة عن مقاومة الهوا فبيضيع معظم الساوند طب وهذا الوضع اللي عندنا ان الساوند ويف تنتقل من الهواء الهواء بتاع الاكسترنال اير الى السوائل السوائل بتاعة الاينر اير فهيضيع معظم الطاقة اللي فيها فكان لابد من معادلة الجزء اللي هيضيع ده وإلا ما نسمعش ازاي بقى بتعدله الميدل اير بانها بتكبر الاصوات اتنين وعشرين مرة عن حقيقتها ده عشان بعد هذا الفقدان بعد هذا الفقدان كان تيجا الانتقال من الهوا بتاع الاكسترنال الهوا بتاع الاكسترنال للفليود بتاع الاينر الجزء اللي يوصل يبقى كويس طب التكبير ده اتنين وعشرين مرة بيتم ازاي اولاد تعال نشوف مع بقى سبعتاشر مرة ان التمبانيك ميمبران الطابلة حجمها ادي الاوفر ويندو سبعتاشر مرة السيفس ايريا بتاعت الدرام ادي السيفس ايريا بتاعت الاوفر ويندو سبعتاشر مرة ده ادي ده سبعتاشر مرة فده بيديك تكبير سبعتاشر مرة طيب وبعين قلنا ان الاوسيكل دي بتشتغل كروافع يعني الحركة الصغارة هنا يقابلها حركة اكبر داحة تانية دي بتكبر وان بويندو فما تضرب سبعتاشر في وان بويندو النتيجة تبقى تنين وعشرين مرة ده اسمه اسمه يعني ريزيستانس ماتشن لو ما فيش الميدل اير دي الصوت جاي في الهوا بتاع الاكسران اير هيدخل علماء بتاع الايين اير دعم عظامه فكلابود الميدل اير تكبره اتنين وعشرين مرة عشان اللي يوصل يبقى بسموه بعد كده عندنا تلات وظائف خاصة تلات وظائف عامة وتلات وظائف خاصة تلات الخاصين اللي هو الاوسيكلار سيستم في كلمة بيعمل تكبير وان بويندو اللي هو ليفر لايك اكشن وبعين وظائف المسل اللي هو الاتينويشن ريفليكس او قلنا لي اسمه تاني اكاستيك تيمبانيك ريفليكس وبعين الاستيك ان تيوب اللي هنتكلم عليه ده وظائف الميدل اير تعال بقى رجع لك تالي ميدل اير عشان اعرف انك تهت مني شوية ميدل اير احنا قلنا الاير عموما ثلاث اجزاء اكستانل وميدل وينر كل واحدة قلنا لي ثلاث اجزاء مع شقة مثل عشق النظام الميدل اير في استيك ان تيوب وفي ميستويض هذا كوز يسف ال ميست entries وفي ميستويض ويت كو follows oh meats اله الايات الهواء ي strong مع ثلاثة أسيكيلز وثلاثة أسيكيلز. أنا عاوز بقى ثلاثة أسيكيلز أنا عارف ان دي بتقوى الأناتوية. مفروض يقولوها بس أنا قولي اني عند طريقة قطيفة فيها. إيه علاقة الثلاثة ببعض بسؤال الأناتوية. السنة هساعدك فيه بطريقة حلو عوية. الماليولاس عندها هيد و هاندل راس و ايد. والستيبز عندها راس و فوت. يعني واحدة عندها راس و ايد و واحدة عندها راس و فوت. فأول جملة حلوة في الحافظ والأولاد. الان كس ان بتوين دا تو هادز. حلوة. الان ان. الان كس اهي. ان بتوين دا تو هادز. دا هاد و دا ماليولاس و دا هاد و دا ستيبز. طب يبقى باقي الهاند الهاند الهنا. هنا. والفوت هنا. فبقول الرجل على الشباك. الفوت في دا ستيبز على الوفر ويندو. ووضع غير مهزم بس ساعت لقواح كده قاعد بغير تهزب. على الكورسي و حاطت رجل على الشباك. طب والايد هنا. الايد على الطابلة. حلوة. يبقى الهاندل على الطابلة على الدرام. والفوت على الشباك على الوفر ويندو. طب والتو هادز. الانكس between the two heads. دي طريقة وثيدي ثقائية سهلة وراعية في حفظ في الاناتومي. żeدي مساعدتك الاناتومي. الريليش ما بين الماليولاس و الانكس. أولا ثانية في حجứة. الماليولاس. هادو هادل. الالاستيبز هاد وفوت. طب الانكس. 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 يبقى ايده رجل الايد على الطابل اما الطابل عليها الايد طب والرجل على الشباك بتاع الايد تبقى طريقة سهلة اي اولاد وبعد قلنا المسلس طيب تعال بقى الفانشنس ممكن يجالنا الفانشنس ومين الاير كاملة نقول اولا انها اتقوندكت الساونس من الاير للقوكليا اللي هو الاير تاني وظيفة تاني وظيفة بروتكت الكوكليا بتحمي الكوكليا تالت وظيفة عامة برضو ليه امبيدانس فانشن امبيدانس او رزيستان ماتشن ان الساونس ماشي في الاير في الاير هنتقل للفليود في الاير ايناير اير موسطو انرجو يلوست زي ما انت بتكلم وانت راسك فوق المايا بتكلم واحد غطس على عمقه نصو متر تحت الماء اقصاد ما يسمعش حاجة فعمل ايه الميتل اير بقى كبرت الصوت اتن وعشر مرة سبعتاشر مرة لان التمبارك من بريد اد الاورويندو سبعتاشر مرة واحد واثنين من عشر بسبب ليفر لايك اكشن و اوسكيلز تضرب سبعتاشر واحد واثنين من عشر يبقى نتيجة اتنين وعشرين يبقى دي تلات وظائف عامة بتكوندكت الساوند الكوكليا بتبروتكت الكوكليا بتتعوض الفقدام في الساوند اللي هيحصل في القوكليا كنتيجة الانتقال الساوند ويفز من هوا لفليويندو ثلاث وظائف عامة الاوسيكولار سيستم بتشتغل كراوافع الموسيلز بتعمل اتنيواشن رفليكس بتضعف الساوند القوي البريف لوت ساوند ممكن يقطع الطابلة التنسور تمبرايي بتشد الطابلة بالناحية بتشد طابلة دائرك هي مسكة في الايد اللي على الطابلة تشد الايد وبالتالي تشد الطابلة تشد الطابلة بتبول الهندل من الماليس ومزف الطابلة التنسور تمبرايي طب والاستابيدياس مسكة في الفوت في الساوند فبالتالي مسكة في الساوند أسف فتمنع الاكساسيب انورد موفمينت في الأوبر ويندو فتبنعه ولا تنسى ان التنسور تمبرايي بحرف تسبلايدي بينما الساوند تاني حاجة بتشتعل فيها بريور لكل مرة انت هتتكلم او هتنضم شوينج سوما نيجي الى الاستيكان تيوب يا أولاد دين واحدة سؤال ناظري مهمة أولا استيكان تيوب ويأتي طبعا يقولك قلات الاستيكان موجودة في العالم لا يستطيع ان تتصرف ان تصرف بحر ايه بحر ايه ايه كلام فارغ الاستيكان تيوب قلات الاستيكان تعرفي عنها النقاط الستة الآتية الاستيكان تيوب تتحرك الناس بالنزو فارنكس هذه أول جملة في السدة وتوصل الناس بالنزو فارنكس لماذا؟ لأن الطابلة تتحرك بسهولة وطلقة يجب ان تضغط على الجانبين يكون ضغط جوي يجب ان تكون نظر المسفرق هذه النحية في الناس في الناس هواء الجملة وجب الناس الناس بالنزو فارنكس والناس بالنزو فارنكس يكون متحرك بسهولة اعني ازعي ايدي على المسفرق يعني على المسفرق هذا المسفرق ضغط جوية انتيت هادي التيمبريل ناحية دي في ضغط الهو أريد الناحية التانية في ضغط جوي ادي الدراما هو في الميدل اير حلم نيزو فارنس يبقى ضغط جو برضو يبقى الدراما ينحرك مسئولة جدا ليه؟ لان هنا ضغط جوي وهنا ضغط جوي يبقى وظيفة للسيكان تيوب ان تيكواليز البرشور ام بوث سايدز ام بوث سايدز ام بوث سايدز تبقى عرفها كويس تالت نقطة أولاد انه نورمالي استيكون تيوب نورمالي كلوز وكل ما تفتحت تخلي الضغط هنا جوي ما هي أعتقد هوا من نيزو فارنس زي الهوا اللي منبرة بتاع الاكسينرائي هي كلوز و اوبنز في حالتين في السوالوينج وانت بتبلع بتتثائب بمعنى اخر بتحريك الفك. تاني حالة بتفتح فيها في الاسنتوهاياتيتوت. لما تطلع لمكان عالي في الضغط الجوي بيقل اهو يبقى اقل من الضغط في الميل الايري. الضغط في الميل الايري اعلى من الضغط الجوي. الضغط في النيزو فارنكس قليل زي هنا وهي الضغط فيها عالي. تفتح عشان تفرغ الهوى الزيادة يبقى التفتح في الاسنتوها. عشان انت عندما تطلع فوق الضغط أقل النحية دي فهي بتفتح عشان تفرغ الهوى الزيادة يبقى الضغط هنا قليل هنا قليل درامي يتحرك مسؤولة. الكارثة والطمق الكبرى في النقطة الرابعة. انها ما بتفتحش دوريندسنت. لن تفتح. وبنفس المنطق في الدايفين كأنك بالدسنت كأنك بتنزل بس تنزل تحت المياه. ما تفتحش. طب ايه اللي هيحصل بص ما فتحتش هاي في الدايفين اهو. انت نازل ما فتحتش. مقفولة هاي. شوف هنا كنت رسمها مفتوح. هنا مقفولة. لما حركت نزلت رجعت ضغط الجوي هنا عالي. خلاص. وإحنا قرر يقولنا انها كانت فوق فراغة الهوى اللي فيها في الضغط في الميدل إير قليل. طيب هي قفلة. مفروض يدخل هوا هنا ما عشان يبقى الضغط هنا زي هنا لأي قفلة. يبقى الضغط هنا عالي وهنا واطي. يحصل ايه. يبقى الدرامي يتزق ناحية الميدل إير. يبقى ساكدين. وتحس سيبير بيد. مجدود الدرام. ومي رابتشور. ممكن فرقها. إلا بحالة واحدة. لو فتحتها بالطريقة التانية حركت المندبليل. عش كده واحدة نزل في الطائرة تقول ديني لبانا. أو تبلح حاجة. خلاص تاكل. طبعا عاوز أقول لك حاجة الطائرة اللي بنركبها يا أولاد. ده فيها جهازين بيزبطوا البريشور. ومع ذلك لأن الأجهزة اللي بتزبط البريشور مش نزبوطة جدا. سعب بعض منصف حس ببين. نحن نتكلم على مين بقى. ده السؤال اللي هو يا وياب بيجي في الشافوي رائع في الامسكيو أسف. والسيب الشافوي. نحن نتكلم على الامبرشورايزد ايرو بلين. يعني طائرة الضغطة فيها مش متزبط. مفهاش الأجهزة دي ما بتطلعش اللي ارتفعت هاتين ألف قدم. زي الطائرات العربية اللي بترل الجنود. ففي سؤال مشهور جدا محفوظ ووردوائد يا أولاد. يقول لك الناحكي لآتي. تايارة خدت يعني وندد انكونشس شولدر أسف. wanting أنكونشس بيرسو خلاص. شخص متعور. ليه عنكنشس ما بي блاعش اللي يقول. خلاص انو غايب على الوعي. الطائرة طلعت لارتفاع غرج لفقدم طارت على ارتفاع عشرة في قدم نزلت في الهوسفتال لقوا بوست درامز رابتشور حصل الربشور في اي جزء في الرحلة اقعى تنسى في الديسسنت لان احنا قولنا وهي طبعة ما بيفتح عشان خاطر تفرغ الهواء الزيادة المشكلة انها بتقفل هو نازل ضغط قليل وبره زاد 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 يدخل الدرام على جهه ومي رابتشور امتى تمنعها بتبلع او إنما ده فالدرام اتقطع في الديسسنت حفظتها لأجيال بطريقة سهلة اولاد الدرام لا يخشى الا الديسنت اوعى تنسى الدرام بحرف الدي يخشى الديسنت والديدي كده ما تنسيش يبقى ما يجيلك السؤال الدرام المصيبة بتاعته الدرام الدرام في الديسنت في الدرام الا اذا كنت بتبلع عليك او بتنضغ يبقى ما يقدرش لانه هو وندد وشلوه وكان في حالة اغماء طلعوا طاروا نزلوا ناقوا بوست رامز رابتشو حصل امتا؟ اديني حفظك السؤال الدرام في الديسنت والديديدي طب السورة واحد قالوا ليه ربنا ما خلقش الوستيكان تيوب مفتوح على طول وكان الهواء الزيادة فيها لما نطلع فوق الضغط الجو يقل فوق الهواء الزيادة يطلع في يسر ولما ننزل الضغط الجو رجع عالي يدخل يعوض الاطلع فما ينتظف على طول الاجابة سهلة جدد ال faktor تnin الولاقت لو كان مفتوح على الطول كان صوت النافس واللقبة وتخيل الرابط هو مفتوح على طول كان صوت النفس تختير تسجز يهز الأوسكيل هزات غريبة فهذا انطرفير السمع مع البروسيس وفيريك وكذا التوكين كونوانا بتكلم صوتي يدخل عن طريق الاشتيكا تيوب يهز الأوسكيل طيب إذا كنا نسمع لما حد بيكلمنا نسمع بهزات معاناة في الأوسكيل لما كمانا هزها بصوت نفسي أو بصوت كلامي وهو بهزها المخصرة تطلع مش اسمح حاجة وعندي مثال رائع ما قالوا ما عليكش بالصراع هاخد حالة كلنا عارفينها تثاؤب حل؟ لأنه في التثاؤب أنا بعمل إيه؟ باخد نفس وفي نفس الوقت اللي كانت مفتوحة في التثاؤب فأنا واحد بيكلمني وبدأت التثاؤب فاتفتحت ودخل هواء كلنا نقول اللي يتكلم ممكن أن تقول إيه؟ فحتى هو يقول لك هو أنت نمت؟ أنا ليس نمت أنا أتثاؤب حاجتين فتحت اللي كانت يوم وباخد هواء بوض عملية السماء فليه هي أفلة أفلة معظم الوقت وتفتح إبري نون دين لتعادل الضغط إبري نون دين تفتح لتعادل الضغط عشان لو هي فتحة لطول كم صوت النفس سيدخل في حرك الأسكل يبوض على منية السماء والتوكيم أنا أتكلم لا أستطيع أن أسمع لأن صوتي سيدخل في حرك الأسكل غير الصوت لبعض السماء والدليل على ذلك في أثناء التثاؤب نمت باقب نفتح الوزيكان تيوب وبنأخذها ما بنسمعش على الإطلاق إسواها مش فتح على طول قفلة معظم الوقت وتفتح إبري نون دين في أثناء اليونينج والسوالوينج والشونج وتفتح وإحنا طالعين الكارثة والطامط الكبرى وإحنا نزلين في الدسانت ما بتفتحش يا أولاد تبقى عارف هذا الكلام نقطة الرئيسات الأخيرة إن فيها سيليا بتشتغل في واحدة حلوة جدا تعمل درينيج في الوزيكان تيوب في الوزيكان لماذا الأطفال بيجي لها أولاد أوتايتس ميديا لتأفر أزو الوسطى أكثر من الكبار الإجابة يا أولاد لأن الوزيكان تيوب أوسع أقصر أو أمور ستريت فأي إنفكشن في الفارينس سهل جدا ندخل على ميديا وإنما في الأطفال يحدث لنا لكن لماذا في الأطفال أكثر؟ لأن الوزيكان أقصر وأوسع ومور ستريت فالإنفكشن عدن من نيجو فارينس يروح داخل على الميدياير الميدياير في الأطفال ميدياير يتكلم على 6 نقاط على الميدياير تتكلم ثلاثة وظائف عامة وثلاثة وظائف خاصة الوظائف العامة تتوصل الوظائف الوظائف العامة إنها تح velocidad تركيص الوظائف على كوكليا فلنقل الوظائف على كوكليا بعمل على الصور تحكيل الوظائف على كوكليا تكبر الوظائف الذي سيجل الوظائف إلى الكوكليا قبل أن يدخلوا الماء وضيعوا منك تقوم بمسائلة الثانية تقوم بسوء الهدف من التلسطة من التجارة إلى الهدف النطس حسب التجارة تكبر الأصوات كما قمت بمنواً، 22ًm كيف ستبقى 17 مرة لأن الدرام أدر لأوريندو 17 مرة و 1 2 من 10 بسبب الريفر ناكشن باصل ثم ثلاث وظائف خاصة يولاد قلناها لأسكل روافع وظائف المسل ثم وظائف السيكان تيوب غير تيجي جزء من السؤال ستناقلهم ثاني في عجلة على اسمك فإن أنه مقامل في عجلة أو الوظيفة كيف يتحولون الدرام لأن الدرام تتحرق بسهولة؟ أكرر كلمة كتابة و النعاقية يعابة أكبر قمت على إدارة ضغط الدخول قمت على إجراءت الآخر قمت على إجراءت ضغط الدخول قمت على إجراءت الآخر تجد أتموسفير ثانية فهنا يفهم تجد أمسفير السنسيث ثانية نقطة نورمالي كلوز نورمالي كلوز وفاهم ليه لانا لو فاتح عطول صوت الصوت الصوت التوكينج بتاعي خلي ما اسمعش الاخرين وصوت الصوت بتاعتي وده فتح ايب اللون ده سوالوينج يونينج وتشوينج ده ستبتدي بديك دي الاساسي في كل الناس ولو لو لو شعرت امتناع السن طوالت تتوب مفيش مشكلة طب نقطة رابعة كارثة فين بقى ما بتفتحش في الديسنت في الديفنج ادي معادي اكتر حاجة يخشيها الدرام اهي كده بقى لك تاتا دي الديسنت والديفنج قطاع الدرام ليه لان لما نزلت بقى الضغط هنا عالي اهو وهي الضغط في علي فالدرام يبقى ساكت انورز وممكن تبقى راكتش ايه اللي ازها فتحتها الطريقة تانية بانك وده اللي بنعمله بنجيب لبانه ونشوينج جامز عشان نفتح على مدانة وده مش مفروض يحصل في طهرات الركاب لان في ايه جهازين لمعاددة بشر جوه الكابلت يحصل فين في الامبرشريز ايرو بلين اللي هي المليتري ايرو بلينز اكتر وعشكية السؤال بيقولك طب شخص انكونشوس فاهم يعني ايه انكونشوس يعني ما بيبلاعش ايه اللي هي رابشار امتا فاهم ايه اللي في الديسنت الدرام في الديسنت اوعى تنساه والضايبين طب لماذا ينفتوح على طول قلنا عشان صوت نفسك وصوت الكلام بتاعي انت ممكن يدخل عن طريق السيكانة تيوب لو هي مفتوح على طول يدسترب الاحتزازات بتاع القسك لما سمعش الناس اللي بتكلم من برا النقطة السادسة السيليا بتعمل جود درينيش للسيكانة تيوب هل من où يتوح حياة الدرام يمكن ان تصمليهم كبيرة؟ لان التيوب يصيحوا حياة بدر وكتوح بيضا فسهلة قوي يحصل جيدا هي غالبا من هنا حول حولنا نكمل الأول قلنا كل حاجة لدينا تلاتة أجزاء كل حاجة فيها تلاتة ما عشقت مستعشك نظام كلام منظم جدا الأول قلنا كل حاجة لدينا تلاتة سنتي تلاتة أجزاء كل حاجة لدينا تلاتة ثلاث لفات العشقة لدينا تلاتة قوقعة لدينا تلاتة بعض الناس تلاتة يقولك كسر الساعة يحسب ساعة كسر في الموبايل يحسب ديع أدام بدأت لفة الثالثة أعتبرها في الناس العقلة يكتبونها ثلاثة عشان حتى الطالب يحمز ده الجيرمان سيستم النظام الألماني يقولك معلومة تافهة قولها له أسهل طريقة مش مهم هنا الدقة مهم من القطعة يبقى ثلاثة سانتي ثلاثة سانتي ثلاثة سانتي بواها ثلاثة سانتي ده اللي هنشوف تعال ان تفرج معك معلش هو الفيسيولوجيا أولاد أقل من الفيزيكس والأناتري هيا شوفت عاملة ثلاثة لفات هاي أو تفتير نصر هشكاسموها زيك كوكليا هاي أنا أقوم بقى كروس سيكشن فيها هوا شايفوا الحتة دي ومكبرا هنا فالكوكليا مأسومة لثلاثة كنالز بثو ميمبرينز او ريسنرز ميمبرينز والأهم منه اسمه البازيلر ميمبرينز لأنه ده اللي عليه الريسيبتوفيري يبقى ثلاثة ميمبرينز يقسموا الكوكليا لثلاثة قنوات سكالا يعني قناعي هم ناس بقول لطاف إلا قليلا اللي فوق الستيبلر ميمبرينز سموه سموه سكالا بستيبلوح حلوه طيب اللي في النص سموها سموها سكالا ميديا كلام جميل اللي تحت البازيلر ميمبرينز سكالا ميديا هم لطاف إلا قليلا اللي فوق الفيستيبولار ميمبران سكالا فيستيبولار اللي في النص سكالا ميديا اللي تحت الفيزر ميمبران سكالا تيمبانار تمام؟ طيب نبص مع بعض نلاقي هنا فين موجود هذا سؤال في السكالا ميديا على البازر ميمبران لذلك قلت هذا المهم في السكالا ميديا على البازر ميمبران تعالي نتفرق ثاني ثلاثة سكالا أو سكالي البلورال الجامع هناك سكالا بيستيبولاي وسكالا تمباناي تحت اللي بردول فيهم بيريليمف لأسئلة MSQ يعادل في تركيب الاكسراسير فليويد اللي هو ريتش انسوديوم كلام معقول جدا اللي في النص السكالا ميديا اللي هي المهمة بلول الأصفر اللي فيها الرسيبتور فيها اندوليمف يعادل في تركيبها الانتراسير فليويد اللي هو ريتش انسوديوم اللي هي المهمة سكالا اللي هو متصلة بالسكالا تمباناي اللي تحت في حتة سمية هليكوتريمة هليكوتريمة يعني ثقب القوقعة مش اسمية كوقعة كوكليا كعين فيه ثقب يوصل للتوسكالي هنا ببعض هليكوتريمة طيب هنبص بقى على البازا ممبرين اللي هو موجود عليه الرسيبتور تفرج على البازا ممبرين كل دي مليانة اسئلة امس كيوب ده بسميه أروع آلة آنون في التاريخ ليه بقى تعرف الآنون بيبقى عنده أوطار أسارة اللي بيضرب عليه عبدو صالح رحمه الله فأوطار طويلة بيتكون فيه في بعض القطب يقولون عشرين ألف فايبرز وفي البعض الآخر تلاتين ألف فايبرز كبر دمامك لاتنين صح يبقى عشرين ألف فايبر تلاتين ألف فايبرز النقطة اللي جاعة مليون جنيه ده البيزردكوكلة اللي هي نحية الميد القير وده الابيكس اللي هي الطايرة حتى لو عدلتها كده يبقى ده البيز بتاع البازا ميمبراين وده الابيكس ده البيز اللي هو نحية ال ميدل اير وده الابيكس فالأوطار عند البيز هي البيز بتبقى وتستجيب للهاي فريكنسي ساون الأوطار عند الابيكس دي أسئلة مهمة جدا في الامس كيوب بتبقى اللونج وحفظتها الأجيال اللونج بحرف ال هي اللي تستجيب لللو فريكنسي ساون مش عاوزة حفظ يا شباب بصوا معاي نروح لما نحضر موسيقى عربية في الأوبرا بتلاقي في ناس جاية كده كمنجاك كبيرة اللي هو الأوطار الكبير حتى الراجل تمال يحكي إن عنده مشكلة كما يأتي بها الأوبرا وبتاع التاكسي ما برداش ياخده موسيقى دا بيجبول إيه دا بيهب بإيفل في الموسيقى وطر كبير كده طويل يروح شده يدي الصوت الغليظ اللو بيتش إوعى تنسى يبقى هي مش حافظ مش الإل مع إل هو طول عمره اللونج يدي اللو بيتش اللو يشدها التويلة بوم يسمونها بيز في علم الموسيقى يبقى لونج يدي اللو بيج ده موجود عند الايبكس انما الشورت اللي عند البيز بيدي الهاي بيج كمية يعني تركشور في الاير بسلسول حظواته في الامتحان كله تعال بقى ايه قلنا فين الريسبتور موجود في الاسكالا ميديا ونحن لاحظم مميديا معلومة في الامسكيو وخلت بقى اللي في النص دي فيها اندوليمف مثل الانترا التازيزة كمية ايها حيث السكالا ميديا الانستبيلاي والسكالا تيمبيلاي هكذا بليمف كمية ايها الانستبيلاي هذا هو البازا ممبرينا. قلت أن هذا التكبير ليس كفائي. أريد أن أكبرها أكثر وقتاً. فأقوم بعمل رسمة لها هيلة. هذا البازا ممبرينا. هذا البازا ممبرينا. يوجد عليه دو رودز أوف كورتي. الأورجان نفسه. الريسيبترو هيرينج اسمه أورجان أوف كورتي. هذا اسم الشخص الذي اكتشفه. فسمى دول دو رودز القضبين بتوقع كورتي. ما بينهم فيه طانل. طانل نافق كده. لأنك تتخيل لو الرسمة دي مش مسطحة. مجسمة يعني. تخيل فيه نفق جوا كده. فاسمه طانل أوف كورتي. يبقى ما بين التو رودز أوف كورتي فيه طانل أوف كورتي. التو رودز أوف كورتي دول شايين صفيحة كده. شبكة شبكية اسمها ريتيكلر لامينة. لامينة عن صفيحة في شكل شبكة. ماسك فيها الهيرسيلز. وبيخترق الشبكة دي السيلية بتاعتها. بالشكلة ده. ده الهيرسيلز. الهيرسيلز نوعين. ميديا تودا طانل. الصفيحة تبقى شورت. ففيها صف واحد من الهيرسيلز. هذا المهم. الصف الواحد ده. يبقى الصف الواحد ده. في الشورت سيجمم بتاعت الارتيكلر لامينة. اللي موجودة ميديا. في الحتة الطويلة بقى. اللاترال بارت بتاع الارتيكلر لامينة دي. صفيحة. اللاترال بارت بتاع الارتيكلر لامينة. ماسك فيها ثلاث صفوف. طبعا انت الرأس ما عاوزك تتخيل نورها. كل واحدة فيه سيلز كتيرة. بس انت شايف واحدة. شايف اول الصف. ففي عندنا الاوتر هيرسيلز دول موجودين في ثري أو فور روز. وقلنا السيليا دي بتخترق شبكة. عشان يخترقها السيليا. متغطين بممبران اسمه تكتوريا الممبران. يعني الغطة. كيف نسمع يا ولاد سهل جدا. الساوند ويفز بيهز البازر الممبران. هذا ما نرى بعد قليل. يبقى الساوند ويفز لما يمشي في الفليويد. موجه في الفليويد تحت البازر الممبران. تخيل البازر الممبران متعلق تحته في بيرلينف. فلما تأتي فيه ساوند ويفز. يبقى يتهز كده. فيتهز معه الطانل بما فيه ارتيكولر لامينة. فالسيليا دي تخبط في التكتوريا الممبران. تكتوريا يعني غطا. تكتوريا يعني غطا. تخبط في كل الشيرينج. كل احتكاك يولد اكشن. يبقى سهل جدا. يبقى الساوند ويفز لما هتمشي في الفليويد. في البيرلينف. ههز الساوند من التح致. لن تصبح التغيير مراسي ف 2010 الذي تنسئز تهذج كل الجهاز من التواتية. يمير معة في البيرلينف. في الفليوت تحت البيزر الممبران في البرلمفوذسكالا تمباناي في البرلمفوذسكالا تمباناي في الفارت او بس تبقى فاهمة هيهز الجهاز كله فده تطلع وتنزل فالسيليا تذهب خطة في التكتوري الممبران كل خطة تدهي اكشن ده اسمه من اهم حتة فيه الانر هيرسيلس هي دي ريسابت تعال بقى نتفرج على الهيرسيلس خطون في جدوة الرائعة ده جدوة لهو وانت شايف دي رسمة مصغرة للرسمة الوردية بقى نتفرج الانر هيرسيلس موجودة ميدا للطنل اللي هو الشورت سيجمينت انما الاوتر هيرسيلس اهي الاوتر دي موجودة لاترال طب الانر هيرسيلس كم رو واحد بيكون من 3500 خلايا وانرو ورا الوحدة دي في صف من تتافكم سمية بينما الاوتر هيرسيلس ثري او فور روز كل واحد حسب الكتاب بتاعه وراهم في 20 ألف هيرسيلس ليش ورا كل واحدة ورا التلاتة او اربعة يبقى دول 3500 دول عشرين ألف نجي الانيرفاشن واحدين انت بقول ده ريسبتور اه يبقى انت تتكلم على افرنت اتقول لا في افرنت و ايفرنت هالي انهر أبيض ريسبتور له ايفرنت اه انا شفنا في المصر سبندل كان ريسبتور و ايفرنت الاساس في الريسبتور يجب ان نعلم في ايفرنت انما لتاني مره بناخد ريسبتور له ايفرنت خدناها في المصر وناخدها النهاردة في الهير في الهيرنج في الهيرسيلس وطبعا اولاد كما قلت لكم ربنا سبحان الله قدم السماء على البصر كما انت شايف الودن اكثر تعقيدا من كثير من العين ليه احنا قلنا الهيرسيلس والذي أحدث من الهيرسيلس وناخدها لأنه من الهيرسيلس ليس على الهيرسيلس والريسبتور اساسه متصب الهيرسيلس والريسبتور كلينيرجي المصر بينما الهيرسيلس ليه انها غدت وقدها جدا من الهيرسيلس وناخدها مصر هو حبا لخده 15% ونفهم بعد ما هي ربنا عمل أوتر هير سيلز يبقى فينا الريسيبتور الهين بقى هي الانر هير سيلز الانر هير سيلز اللي هي وان رو في تلات تلاف خمسمائة خلية متصلة بتسعيل لخمسة انفر من هي من الافرنز بينما الاوتر هير سيلز اللي هي بقى قلنا تلاتة او اربعة روز الافرنز اللي هي جاء لها فايبر من البرين ستم السوكيرو أوليب دي هو عظيفاتها ايه تايمبروف الهيرينج لكن ماشية ريسيبتور ازاي بانها بتايفكت الفايبريشن البابزة من برينج طالي بقى انها مش فهم حاجة تعنيه هو دي في افرنت قعدت فكر اقولها ازاي تطلبها و ازاي تطلب الهيرينج الى ان جاءت الفكرة اند يونيبر فرجتت شاف قالت العود دي يا ولاد طيب اعتبر دي هي الاوتار بتاعة تلوزة من برينج العود العود حاطة اصاده سماعة واحدة بتستعمل الصوت بقى افرنت يبقى افرنت سماعة واحدة وانرو موجود ميديا لي هي تريسيبتور بيجيب الصوت امال في حاطة صواب بعوه والصوابة دي بتحرك اللي هي الاوتار هيرسيلس ماهي لها افرنت 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 بقى اتحركها ليه؟ بالزبط هو ده اللي بيحصل في العود يا ولاد الراجل بيتحكم في طول الوطر وحسب الطول يدي نغمة معاناة وهذا ازاي بتطلع الانغام المختلفة انه حط اصباعه لو حط اصباعه الاولاني يبقى اهلي طول الوطر حط التاني يبقى الوطر زاد شوية حط التالت لضغط يبقى زاد شوية فالوطر يستجيب لنغمة معينة هو ده اللي عمله الاوتار هيرسيلس الاوتار هيرسيلس لها افرنت بتعمل ايه؟ بتتحكم في الطول البازممبرين وبالتالي يفتلقيه لنغمة معينة خلاص وده اللي احنا قلناها انها بتعمل ايه؟ بتعمل الهيرين ازاي؟ بانها بتأفكت الفيبريشن وبازممبر فنقيت هذا النساء الرائع ولا ينساه الطلبة ورد وايد ان في الورجن فكورتي في ريسيبتور وان رو متصل بالأفرنت سعيل لخمسة وسبمية من الأفرنت هي دي ريسيبتور اللي بتستعمل الصوت امان ليه في اوطر هيرسيلس ولها افرنت والايفرنت بتحركها بتعمل ايه؟ بتتحكم في الفيبريشن بتغير اطوال بازممبرين اللي تصبح اكثر مناسبة لنغمة دون نغمة حسب طول وطر بتحكي قصة عشان ناخد شوية زي بريك في قصة شوية تفاعل مع اكثر عارف ايه اللي نبهني لهذا المسأل عاوز احكي قصة تحكي قصة هي صديقة عزيز جدا ككثير من الأصدقاء كبار السن بيحصل لهم صمد جيوهينج لخص الناس لما بتطعن وتهن سمعة بيتات والراجل ده مقتدر جدا ودكتور معروف جدا وبيعمل سماعات طبعا تساعدوا على السمعة لكن بقال ايه في معظم مرات بيرفض جلب السمعة فبقوله ليه؟ قال يقولك ليه؟ ايه الفرق بقى بين خلقة الخالق والسماعة اللي هي بعملها المخلوق ان الأوطار بتاعت ربنا بتاعت الأذن الطبيعية لو انت في ناس كتيرة بتتكلم وعاوش تسمع واحد معين الأوطار هير سيلز بتزبط أوطار البازا ممبرين أطوال البازا ممبرين على التردد بتاع الشخص انت عاوش تسمعه فتبقى سمعه قوي قوي وتخفط مش هتنتهي تماما الأصوات اللي حوالي تبقى مش مركز فيها قويس طبعا ده مش موجود في السماعة اللي مركبها صديقلي فأول لنبهني الحكاية ديه قال لي أصليعيب السماعة بقى بزال ودن بتعليلك كل الأصوار ماهي ما عندهاش أوطار هير سيلزي تتحكم في أوطار عشان قطر تنقي صوت تضبط طول البازا ممبرين طول الوطر تاخد طول اليناسب النغمة اللي عاوزة تسمعها سبحان الله أهراء الخلق خلق أنا خدت هذه المعلومة منه قلت ياه يعني السماعة العادية طبعا ما فيهاش الميكانيزم ده بتعلي آه بتعلي كل الأصوات إنما ودك بسبب الأوطار هير سيلز بتعملي الأوطار هير سيلز بص بقى لليها إيفرين بتضبط أطوال البازا ممبرين فيبرس وعليه الفيبريشن وعليه النغمة اللي عاوزة تسمعها الصوت اللي عاوزة القطف وسط زحمة أصوارها فقال لي عيب السماعة مهما انغلية بتعلي كل الأصوات بينما أزني أعلى أنها تعبانة شوية لكن كان بيك صوت وتغض السمع عن أصوات الأخرى إيه اللي حصبه ده فأنا قررت فكرت وفجأت في دماغي ربنا سبحان الله الهمي بالمثال الرائع بتاع نعود إلا حفظته للطلبة الإنر هير سيلز وان رو وان رو من 3500 خليجة وان رو تسمعها واحدة متصلة من 90-95% من الأفرينس وهذه تعمل كريسيبتور بينما الأوتر هير سيلز ثريتو فور روز واخد معظم الإيفرين بتعمل ايه؟ بتتحكم في أطول البازل ممبرين اتا مش هتقولها تتحكم في البيبريشن وبالتالي تتحكم في البيبريشن وبالتالي تتحكم في السيونز يبقى ده هو أولاد الأورجن أوف كورتي تعال نقوله ثاني في عجلة الأورجن أوف كورتي خلاص أنا بارت وان من المحاضرة قارب على النهاية يبقى فيه بازلر من بري فوقيها فيه ثاني في عجلة الأورجن أوف كورتي ما بينهم تتحكم في صفيحة شبكية لتطلع منها السيلية لتتحكم في البيبريشن هنا هنا ميديال صفيحة ميديال لتطلع منها صف واحد عشرين ألف خلية دي اللي واخده معظم هي دي بقى اللي بتتحكم في أطوال بازل من بريم والفكرة قلت لما بيمشي الويب في الفلويد بتاع السكالة تمباناي تحت بازل من بريم بازل من بريم طبعا زي ما يكون ايه اعتبره كده زي حتة مطاط موجودة فوقيها يبقى يتحرك فيتحرك كل الجهاز فالسيليا تخبط في التكتور من بريم ما قلت تكت يعني غطى تكتور من بريم يعني غطى تخبط فيها حركة احتكاك تتطلع الأكشن وقلنا يا أولاد ان الكوكليا دي اللي هي اسمه الورجان أوف كورتي افتكارها الكورة بتاعتنا كنت فاكر في سنة أولى في أصوات الجهاز ضغط الدم اقول كوروتكو كوروتكو انتو انما السنة دي بقى في سنة تانية الكورة بتاعتنا احنا الورجان أوف كورتي كورتي انا على وجه تحديد الأوائل هير سينز هير ريسيبتور اساسي اللي هي ميديال تودا طانيل وان رو واخده تسعين لخمسة وتسعين في المية من الافرين الريسيبتور ياخد الافرين وفيو ايفرين وبالتالي هي ريسيبتور التانية لاترال تودا طانيل ثلاثة الاربعة رولز وعشرين الف خلية واخده معظم الافرين بتتحرك بقى ما لا ايفرين تغير اطوال البازر من برين فايبرز وبالتالي تأفت الافرين تختار صوت وتغض البصر عن الاخر من اللي بيشغلها؟ البرين ستين السبيرو اوليف حاجة اسمها كورتيكو فيوغال فايبرز تمام؟ طيب يبقى هي حتى بيقولك انه الافريند كورتيكو فيوغال فايبرز كونترول الاربع سنستيميتي لا تنتفهم بتزبط طول البازر من برين بحيث ياخد البيتش اللي هو عاوج ما يعلاش كل الاصواب ما يتلقاش كل الصوت الاصواب بنفس العلاوه بالتالي ماركد هيرينج لوس ماركد هيرينج لوس ماركد هيرينج لوس نفضل حتة صغيرة للمدة دقيقتين وبعدين نوقف بارت 1 اللي هو بس الجزء الصعب في الهيرينج باعنا نطقي بعد نصف الساعة مع بارت 1 اللي عاوج بقى يكمل صغيرة معنا يا اي! بقى خدنا الهيرينج كلها في مخاضرة واحدة بإذن الله الجزء الجاي بقى اسهل وقال طبق انه ناخده فيسيولجي في حاجة اسمها الاندوبوكلية پوتانشل أريد أن أرى الورق كثيرة وشيء تضخبط ولكن سنجدها حالة قلنا بأن السكالة و السكالة و السكالة و السكالة سنجدها السكالة و السكالة و السكالة و السكالة يحملون المفق مما يزال السكالة و السكالة تقاتل يوجد أن يزال احسن مدددن بينما السكالا ميديا في النصف حتى اسمها ميديا فيها اندوليمف اندوليمف يبقى زي الانتراسيرفريود ريتش انبوتاسيو طيب بيقولك ان الاندوليمف ده بوزوتيف 80 ميلي فولتس بينما البراليمف نيجاتيف 70 ميلي فولتس يبقى فيه فرق بوتينشيل ما بينهم مقداره حوالي 150 تعتبرده سفرة وهنا عندنا زا صفر ثمانين وده زا الآ ستفر الآ يزيد الآ تbr تعيم الآ تبفرق بسيرن ما بين الاندوليمف اللي هو يعتبر بوستائف كل classes هذا سؤال المسكيو كيف حدث الكهرباء في الجسد؟ ما الذي يقوم بكهرباء في الجسد؟ فهنا الكهرباء في الجسد فهنا الكهرباء في الجسد بواسطة يبقى سبب ما هو الاندوكوكليار هو عبارة عن ما بين الاندوليمف زائل الثمانين والبيرليمف ناقص السبعين ايه سببه؟ هنشوف الاندوكوكليار في المحاضرة الجاي لطيف اول جاي من الاندوليمف كما يمكن أن يصبح الاندوليمف زائلات خطوة فعرفوا ان الاندوليمف مهم للسماع ما جهد؟ ستبقى نقطة في الامسكيو أولا تاني ان السكالة تمبناي والسكالة بستيبيلاي فيهم بريليمف بينما السكالة ميديا فيها اندوليمف هذه معلومة أولا الاندوليمف زائد 80 ميلي بولت البيريليمف ناقص 70 ميلي بولت معلومة تانية البيري فيه اكسترا سيرا فليويد زائد الاكسترا ريتش انسوديوم اها الرابعة من الي عمل سي شيك تمرض الرابعة والد — يبقى تاني في التكتoque وسيبقى البيريليمف في الصهاد الاندولينف والسكالة بسكالا ميديا مفهومة في النص اللي فيها الاندو تاني معلومة الاندو يعد الإنترا فذريتش متاسم معلومة تاني الاندولينف في زاعة 80 ميلي فولت الاندولينف في ناقة 70 ميلي فولت معلومة تالتة ما هو الاندولينفاتيك أو الـ أوهي و هو الإلكتريكال ما بين الانجليم في الوطف 80 والبيرليم في الوطف 70 يتغير بالساونز يتغير بالساونز يصبح مور بوطف و مور ناجف معلومة الأخيرة مين اللي عمل الوطف؟ البوتاسيوم بتاع الاسترايا باسكولارس كان هذا هي المحاضرة الأكثر يعني معلوماتها مش عاوز أقول صعبة بس يعني متخمة بالمعلومات اللي هي لسه مش فيسيولوجية مين زي ما بقولي أولاد المحاضرات التقيلة أوي 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 في الكورس اللي هي المحاضرة الأولى فيه المحاضرة التانية اللي فيس ده هنقولها بعد نصف الساعة دي قطعة من اللزة بس لسوق الحظ لازم عندك فكرة عن المعلومات على الستراكشور والفيزيكس عشان تفهمها لكن هي غاية الظروف أنا بعتذر عن ثقل المحاضرة الأولى وطولها لكن ما فيش حيلة وانتو أنا عارف نكو كنتم متظرين الهيرين أعيدكو إن جزء تاني هابا أقصر كثيرا لله هيكمل معنا صار أو يسمعها في الصباح الباكر بإذن الله وألطف كثيرا فنصف ساعة راحة حتى عشان خاطروا يحفتو تشارج الآيباد عشان يشتغل محاضرة تانية أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم معارف ثقة المحاضرة ونلتقي بإذن الله بعد نصف الساعة على خير شكرا سلام